بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد هنتكلم عن حاجتين جداد النهاردة اسمهم البروجرس والميتر البروجرس والميتر يا جماعة بيعملوا عداد تقدم زي اللي احنا بنشوفه في المواقع ده اللي هو مستوى البروجرس اللي بيمشي بنشوفه في الابلود بنشوفه في المونيتور بنشوفه في الحاجات دي كلها هنشوف مثال طبعا عن كل واحد فيهم ونفهم ايه القيم اللي هو بياخدها ونعرف كل حاجة عن الكلام ده كل اول حاجة هنبدأ بيها البروجرس تعالوا نحط البروجرس ده جوه المقال مقال من دول هنقول مثلا ان المقال ده بيتكلم عن مثلا هنا بنعمل احنا مثلا فريمورك جديد او منزلين برنامج جديد للعالم والبرنامج ده وصل مثلا لنسبة معينة النسبة دي طبعا احنا هنروح نكتبها هنا ونشوف شكلها جوه الدف ده انا هكتب مثلا كل ميزة من الميزات دي وصلت لقد ايه مثلا وصلت لكام في المية من ان هي تخلص خالص مثلا او كده ممكن هكتب ديزاينينج مثلا او ديزاين بس الديزاين وصل لحد كام ده البروكريس ده ما فيهوش اي فاليو دلوقتي مجرد بس شكل زي ما انتم شايفين كده اهو ما فيهوش اي حاجة طبعا فيهوش قيم عشان نحددها ونعرف احنا الكلام ده معناي طيب تحت الديزاين مثلا ممكن نعمل مثلا بي ار تاني خط كده بينهم بي ار او اتش ار يعمل خط بينهم واكتب الكودنج مثلا طبعا كل دي يا جماعة تجارب عشان بس تشوفوا بروكريس سلاش بروكريس اتنين هم الديزاين وسل كام والكودنج وسل كام طيب البروكريس ده يا جماعة ليه اتريبيوتز بتكتب فيه اللي هي الفاليو والماكس الفاليو الخاصة بالبروكريس بتاعتك دي كام وسل كام هو وسل سبعة سبعة من كام الكام دي اللي هي الماكس سبعة من عشرة يبقى البروكريس بتاعي المايلستوم بتاعه النهاية بتاعته عشرة وانا وصلت فيه لسبعة من عشرة يعني سبعين من مية يعني سبعمية من الف وقول له ريلود شايفين اهدي بروكريس هوا يا جماعة سبعة من عشرة طيب لو انا جيت دلوقتي وقلت له اللي بعده بروكريس بتساوي خمسة وستين للماكس مية من مية يبقى انا بقول له ان البروكريس التاني ده وصل خمسة وستين في المية اللي هو شايفين قبل السبعة من عشرة بشوية يعني كن بقول له ستة ونص من عشرة هي هي ده يا جماعة البروكريس البروكريس ده تقدر طبعا باساليب متقدمة في السي اس اس والجابسكريف تقدر تنصك وتعمل فيه اللي انت عايزه موضوعنا النهاردة عن نعرف بس البروكريس كتاج هنتكلم عنه البروكريس بيتعامل اصلا في العادة دي باللسبان وبتعامل فيه شغل كتير عشان توصله للشكل اللي انت شايفه ده وتعمل فيه الوان وشغل كتير اللي حبينا هنقوله ان التاج ده اصلا موجود في الجاهز قدامك تقدر تستخدمه وتعمل فيه اللي انت عايزه طيب اللي بعده على طول اللي هو الميتر الميتر مختلف عن البروكريس مختلف ايه مختلف في الكور النواة بتاعته ما لاش علاقة بمستوى التقدم ده هو مش مستوى تقدم الميتر اسمه عداد العداد ده معناه انه ممكن يطلع وممكن ينزل زي ما انت مسلا بترائب فيه برامج بترائب كده مسلا المفاعل او حاجة اللي هي بتمد الشركة بكهرباء او بطاقة تلاقي الميتر ده مسلا وصل تمانين في المية وبعدين اول ما تجاوه يهدى عليه شوية يروح راجع عند اربعين في المية تاني يعني الميتر بيروح وييجي زي الميتر برضو بتشوفه في العداد بتاعي العربية ده اسمه ميتر انما البروجلس ده مختلف البروجلس ده مستوى التقدم يعني انا تقدمت سبع خطوات من عشرة هو اسمه كده بروجلس طيب هنيجي عند الميتر ونعمله مسلا جوه تاج السكشن هنا بس بدل ما انا اكتب لينكس هكتب مسلا ميترز وهنا هكتب بدل الكاتيجوري وبدل انا هنا عايز اقول له مسلا اداء الموقع اللي هو جماعة مسلا البرفورمانس الاداء بتاع الموقع ده جماعة اللي هو ممكن يكون المعالج بتاع السيرفر اللي انت رافع عليه موقعك انت مسلا عامل تطبيق برمجي عايز شوف التطبيق ده بيستهلك قد ايه من المعالج مسلا ممكن هنا تيجي تقول له سي بيو مسلا وتحط الميتر بتاعك ده الميتر يحطه من غير اي فاليو نشوف بس التاج بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين وهروح انا احطهم مسلا جوا براجراف او جوا مثلا حيس ابدأ انصاكهم بس ابعيدهم شوية عن طبعا احنا مع الوقت يا جماعة بنعمل تنسيقات هنا يعني مسلا زي حاجة من اللي انا لحزتها ان اه الايه سايد ده مسلا واخد تلاتين في المية اهو والسكشن نفسه واخد مارجن عشرين وبادنج عشرة ممكن مسلا لو عملنا كده. الشكل ده. عشرين من فوق وعشرة من على يمين والشمال عشان المسافة اللي هنا دي تزيد تقل شوية زي ما انتم شايفين كده. طيب. نيجي بقى البرفورمانس دي نشتغل عليها شوية. اقول له ايه سايد. ديف. الديف اللي جواه هعمل له زي اليو اللي فاتت في الدرس اللي فات عشرة بيكسل. حيث بس متكونش لزقة في الاتش سري كده. او انت اصلا تعمل الاتش سري مارجن بوتوم وتشيل اليو اللي ده من الباقي. كله واحد يا جماعة. لو جيت قلت له مارجن بوتوم. مسلا عشرة بيكسل. واشيل التوب اللي في اليو ال. واشيل التوب اللي في الديف. الشكل ده. كده هتلاقي ان الدايمن اهو. زي ما انتم شايفين الاتش سري دايمن في عشرة بيكسل تحته اهو. كده برضو دي الطريقة اللي تعجبك تقدر تعمله. طيب. نيجي بقى للتاج اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة اللي هي الميتر. الميتر يا جماعة بيقبل قيم كتير جدا. هنشوفها كلها مع بعض ان شاء الله. الميتر بيقبل حاجة اسمها وماكس والفاليو. المينمم والماكس الديفولت بتاعهم ون. المينمم الديفولت زيرو بتبدأ من زيرو. والماكس الديفولت ون. يعني زيرو ون. بيبدأ من زيرو ويوصل لحد ون. طيب. الفاليو بتاعته كام بقى? هو بيبدأ من سفر وبينتهي عند الواحد. طب هو كام? هو الميتر لوصل لحد فين? دي الفاليو بتاعته. اللي هي مسلا نقول عليها خمسة وستين من مية. او ستة. ستة من عشرة. اللي هي دي. دي يا جماعة دوت سكس دي. اللي هي بالزبط يعني دوت فايف اللي هي النص. دوت سكس اللي هي ستة من عشرة. تعالي نشوف كده. بصوا معي. ستة من عشرة هي. بدأ من سفر. انتهى عند الواحد. الفاليو بتاعته دلوقتي القيمة اللي هو وشغل عليها دلوقتي ستة من عشرة. اللي هي ستة اللي هي الستس الواحد. طيب. حلو جدا. ايه القيم التاني? هو بس كده? الميتر خلاص يوصل لحد هنا وخلاص? لأ. الميتر ليه قيم كتير? لازم احنا بقى نفهم هو بيعمل ايه? الميتر انت قلت له بيبدأ من سفر وبينتهي عند الواحد. كده والفاليو بتاعته ستة من عشرة. او ستس الواحد. السي بيو الاداء بتاع السي بيو وصل عند الستة. وصل عند الستة من عشرة. يعني يقرب على الستين في المية. طب انا عايز بقى بناء على القيم اللي انا هدهاله. الميتر ده يتلون. يعني يتلون احمر اصفر. يقول لي بقى ان هو مسلا حلو. يقول لي ان هو الاداء حلو. يقول لي ان الاداء وحش. يقول لي ان هو صعب قوي كده. ده كده السيرفر هيهنج مسلا. دي الحاجات اللي انا هكتبها تلوقتي. المينموم سفر. والماكس وان والفاليو ستة من عشرة. وبعد كده عندي حاجة اسمها اللو. اللو يعني ايه? يعني اللو الاداء هيكون اللو قليل. لو وصل كم? يعني اللو هيبقى قليل لو وصل كم? تعالوا نقول له مسلا. مسلا. دوت زيرو خمسة. اللي هي زيرو دوت خمسة. دي اللو. ونروح عند الفاليو نقول له اربعة. واقول له ريلود. بصوا ايه اللي حصل. نروح شوية عند البرفورمانس نتفرج عليها. كده مسلا. شايفين ايه اللي حصل يا جماعة? السي بيو دلوقتي. كده كويس. السي بيو يا جماعة دلوقتي وصل تحت اللو. تحت اللو عمل ايه? راح عملي اصفر. الاداء بقى اصفر. ما بقاش مستقر. ما بقاش اخضر. لانه لما كان ستة كان معدي نسبة اللو اللي انا محددها له. وبالتالي كان اخضر كده كويس. يعني الاداء كده كويس. وانا قلت له ان اول ما تنزل عن الاربعة معنى كده ان الاداء وحش. ان هو قدين نسبة اللو اللي انا محددها. طب لو حطيت اربعة هبصوا كده. اربعة مازال كويس. لكن انزل عن الاربعة يعني دوت تلاتة. كده نزلت عن اللو انا. يبدأ الميتر زي ما انا شايفين يتغير لونه. ونفس الموضوع عندي حاجة اسمها هاي. هقوله برضو هاي. بيساوي. واروح حاطة دوت تمانية. الهاي تمانية. اللو اربعة والهاي تمانية. تمانية دي يا جماعة على فكرة. اللي هي سفر دوت تمانية. بس السفر هنا تقدر تختصره في كل الاتريبيوتس ولغات البرمجة اللي في العالم. السفر دوت كزا ممكن تشيل السفر. طيب. عشان ما لغبطش الناس انا كتبتو اهو. اللو اربعة والهاي تمانية. قلت له. اللو اربعة والهاي تمانية والفاليو دلوقتي تلاتة تحت اللو. طب لو جيت قلت له ستة. يبقى الستة بين اللو والهاي. لسه مازالت خضر. لو جيت قلت له تمانية لسه عند الهاي زي ما هي. لو جيت قلت له تسعة عدى الهاي هو كده. عدى نسبة الهاي يا جماعة. بصوا اسفر برضو. لانه عدى النسبة اللي انت قلت له عليها اللي هي من كزا لكزا. طيب عندنا بقى حاجة تانية جميلة اخر حاجة عندنا وهي اسمها هي الوضع الامسل. يعني انت بتقول له الامسل. امسل حاجة ليه للاداء دي هتكون كام? امسل حاجة هقول له دوت خمسة. دي امسل حاجة. اللي في النص. وطبعا لو روحت عند وخليتها خمسة هتلاقي ان الوضع مستقر وتعرف منه ان هو كده في السليم. اهو. طيب. تعالوا نعمل الحركة اللي كنا عاملينها كده في الاتش تي اميل. في درس السنتاكس. عشان تشوفوا. الكود هيكون شكله ايه? وتعرفوا فايدة ان انا كنت اعمل الطريقة دي زي ما انتم شايفين? وادي الاسلاش ميتر اهو. شايفين يا جماعة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. شايفين? اهو. قيم سابتة تقدر تعدل فيها. لو انت بتشتغل في برمجة ان هو يجيب طبعا المينيمم والماكس ده من داتا بيس. هتلاقي ان العملية اسهل هنا ان انت تحط كود برمجي هنا في الحتة دي. والعملية برضو اسهل انت تحطه هنا وهنا وهنا وهتلاقي السطر معاك جميل ومتنصك صح ومفوش اي مشكلة وهو مفيش اي مشكلة حصلت. ده يا جماعة وده قبل من ايفل الدرس عندنا حاجة هتفيدنا على موقع الكود بين جميلة جدا. سنيبت كود حطتها لقيتها جميلة وهنحطها ان شاء الله في الدرس عشان تشوفوا فيها جميع الاوضاع اللي ممكن تجيب لك جميع الكيسس الخاصة بالميتر. هنا لو تلاحظوا تدي لك الميتر من غير هنا بيوري لك لو الفاليو اصغر يعني النص الماكس لسه خضرة. لو الفاليو يا جماعة عدت. يقول لك لو الفاليو بتاعتك عدت الماكس هتوصل لمية. يعني لو انا عندي الفاليو هنا زي هون شايفين الماكس واحد وراحت قلت له الفاليو خمسة. ليه عدت الواحد? خمسة دي يعني انت كده بتقول له خلاص. اعلى هو اعلى حاجة عندك. يعني هيوصل للواحد شايفين? وطبعا صفر ليه? حد يقول لي صفر ليه? لان قلت له الهاي تمانية. مدام حددت الهاي وهو عد الهاي يروح مسفر زي ما ان شايفيني. يعني الاداء كده مسلا مش حالة. لان انت محدد له طبعا الاداء اللي انت عايزه. هنرجع النص تاني ونشوف الكود. بقية الكيس اللي عندنا. عندك هنا برضو اهي النص لو لاحظت ان هو سالب. لو عمل سالب اللي هو اقل من الميليمم يجيب لك الكيس زي ما شايف كده فاضية خالص. ولو طبعا الفاليو سفر اللي هي الميليمم برضو هيجيبها لك فاضية زي ما ان شايف. ودي هنا كيس تانية. دي فاليو عادية اكبر من الميليمم. جايبها في النص اهي. دي برضو هنا اصغر من الهاي. الهاي تمانية والفاليو خمسة اصغر من الهاي. فجاية زي ما ان شايف كده عادي جدا. لو بتسويها برضو هيجيبها لك. نفس اللي احنا قلناها بالزبط. لكن لو عدتها بصوا. هيجيب لك ايه? اصفر. لان عدت الهاي اللي انت كتبها له. طب لو تحت اللو برضو زي ما احنا قلنا. لو تحت اللو هيجيبها لك سفرة زي ما انشايف. طيب هنا الخمسة عشرين واللو خمس وعشرين بتسويها. برضو هيجيبها لك كده مش هيجيبها لك سفرة لانها بتسويها. لكن لو نزلت عندها تجيب لك اللون الاصفر. دي يا جماعة زينا شايفين كل اللي احنا قلناها بالتفصيل ما فيهوش اي فرق غير بس هنا الاحمر ده الجديد. اللي هي اقل من واكبر يجيب لك اللون الاحمر ده. يعني يا جماعة لو انا خليت الاوبتيموم ده تسعة. الوضع الامسل تسعة. والهاي تمانية. واللوج خمسة. وخليت تلاتة. اصغر من الشخص wan cbsolika. اسع São te unserer اللقاء لك الاحمر اللي انتم شايفينه في المسال ده. اهو شايفين? لانه اصغر من الشخص من الهاي واصغر من الوضع الامسل. ونفس الحل طبعا لو عملته اكبر من الشخص والاكبر من وفي نفس الوقت اقل من اللو. زي المسال اللي انا شايفينه ده. الصفحة دي يا جماعة ممكن تعلمكم شوية حاجات في الميتر لكن الدرس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده مش درس ان انت تعرف قيم الميتر. درس ان انت تعرف الميتر ده بيعمل ايه? وان فيه تاج اسمها ميتر. يعني لما تيجي تعمل حاجة زي كده فكرة برمجية او اي حاجة من الحاجات دي تعرف ان فيه حاجة اسمها تقدر تستخدمه بدل ما انت بنفسك تعمل حق لادخال وتفضل تديله هو دي فكرة الدرس. هو دي فكرة الدرس يا جماعة. طيب عملنا الميتر وفيه ناس حست انه ممكن يكون الميتر ده هيف وما بيعملش حاجات جامدة. هندخل عن المسال اللي بعضه على طول وتشوفه الميتر معمول به النفس اللي انت بتشوفه في الايتونز والحاجات الخاصة بقابل. شايفين ممكن تعمل بيه ايه? ممكن توقف على حاجة زي كده يجيب لك الحاجات الاوديو والموفيز والفوتوز والأبس والأزر. يعني ممكن تعمل بيه شغل جميل جدا. بس طبعا هتدخل انت ال background image وهتدخل ال gradient والحاجات دي كلها علشان توصل طبعا للشكل اللي انت شايفه ده. البن دي يا جماعة والبن دي ان شاء الله تشوفوهم في عنوان الفيديو علشان تاخدوا منهم خبرة لكن درس النهاردة اهم حاجة يعرفك يعني ايه يعني ايه يعني ايه ميتر. هي دي اهم حاجة عندك. هنروح نرجع دي نخليها خمسة علشان يفضل مسلا سليم او ستة زي كده. ونرجع اللو نخلي اللو اربعة والهاي تمانية. ونخلي الاوبتيمام مسلا سبعة. بحيث الوضع يكون مستقر كده والسي بيو ما ياخدش الموقع كله ما يكونش مسلا بطيء وفيه اداء بطيء بحيث الموقع يكون ايه منطقي شوية في الاخر لما تخلص نكون استعملنا فيه كل حاجة. طبعا يا جماعة تقدروا تنصكوا الميتر ده لتنسيقات كتير متقدمة في السي اس اس تقدر تعملوا بيها كتير في السي اس اس وان شاء الله هتلاقوا تركات في في بلاي لست الويب ديزاين لنصك بيها الميتر ده. يا رب نكون عرفنا يعني ايه بروغرس وميتر ويكون الدرس بسيط وسهل وعجبكو. واشوفكم ان شاء الله في درس جديد وشكرا. اشتركوا في القناة